رفع مجلس أمناء الحوار الوطني مقترحاته بشأن الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتح السيسي مصحوبة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم جاء ذلك عقب توافق خمسين مدعوا وتسعة أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني بالإجماع حيث استعرض الحضور ما دار خلال الجلستين المتخصصتين المنعاقدتين في الثالث والعشرين من يوليو الماضي لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والمدرجة على جدول إعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أتابع للمحور السياسي وسط مشاركة فعالة من كافة الطيرات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني